موسيقى أسعد الله أوقاتكم وتقبل طاعتكم أحكي لكم بعض النوادر عن حاكم لا يطمئن برمضان وآخر زاهد وأحدثكم عن عاشق شبح أهلا بكم هذا خليفة كان يخاف من رمضان ولا يطمئن حتى يمضي ذكر أبو المعال بن حمدون في كتابه التذكرة الحمدونية عن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان قوله ولدت في شهر رمضان وفطمت في شهر رمضان وختمت القرآن في شهر رمضان وأتتني الخلافة في شهر رمضان وأخاف أن أموت في شهر رمضان فكان إذا دخل عليه شوال وغادره رمضان اطمئن ولكنه مات حين اطمئن مات في شوال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وروا أبو الفرج النهرواني في كتابه الجليس الصالح قصة عن التقى حدثت في رمضان بين الخليفة العباسي الرابع عشر وأحد زواره بعد شهر من توليه الخلافة يقول الضيف أبو العباس هاشم بن القاسم كنت بحضرة المهتدي فلما كادت الشمس تغرب وثبت لأنصرف وذلك في شهر رمضان فقال اجلس فجلست ثم إن الشمس غابت وأذن المؤذن فتقدم المهتدي فصلى بنا ثم دعا بالطعام فأحضر طبق وعليه رغيف وفيه آنية في بعضها ملح وفي بعضها خل وفي بعضها زيت فدعاني إلى الأكل فابتدأت آكل مقدار أنه سيؤتى بطعام آخر له نيقة أي تكلف وتأنق وفيه سعة فنظر إلي وقال لي ألم تك صائما قلت بلى قال أفلست عازما على صوم غد فقلت كيف لا وهو شهر رمضان فقال فكل واستوفي غذاءك فليس ها هنا من الطعام غير ما ترى فعجبت من قوله ثم قلت ولما يا أمير المؤمنين وقد أوصع الله نعمته وبسط رزقه وكثير الخير من فضله فقال إن الأمر لعلى ما وصفت والحمد لله ولكنني فكرت في أنه كان في بني أمية عمر بن عبد العزيز وكان من التقشفي على ما بلغك فغرت على بني هاشم ألا يكون في خلفائهم مثله فأخذت نفسي بما رأيت وبقي المهتدي حسب المؤرخين ورعا تقيا محاولا إصلاح الحكم إلى أن قتل بعد أشهر من هذه الحادثة ولم يكمل في حكمه سنة واحدة سنسير معا على خط زماني رمضاني نلتقط فيه بعض الأحداث النوادر في هذا الشهر ففي الرابع والعشرين من رمضان سنة مائة واثنين وخمسين هجرية ضربت زلزلة كبيرة بلاد الشام كما ذكر المؤرخ أبو شام الدمشق في كتابه عيون الروضتين وأحدثت هذه الزلزلة خرابا كبيرا وبدأت من شهر صفر وعادت في جماد الأولى ثم في رجب ثم في رمضان واستمرت حتى شهر ذي القعدة يقول المؤرخ وفي الرابع والعشرين من رمضان وافت دمشق زلزلة روعت الناس من هولها وأجفلوا من منازلهم إلى الجامع والأماكن الخالية من البنيان خوفا على أنفسهم ووافت الأخبار من ناحية حلب بأن هذه الزلزلة جاءت فيها هائلة فقلقلت من دورها وجدرانها العدد الكثير وأنها كانت بحمى أعظم مما كانت بغيرها وأنها هدمت ما كان عمر فيها من بيوت يلتجأ إليها وأنها دامت أياما كثيرة في كل يوم عدة وافرة من الرجفات الهائلة تتبعها صيحات مختلفات تعلو على أصوات الرعود القاصفة المزعجة وهذا وصف شبيه لما وصفه الناجون من الزلزال الأخير نسأل الله السلامة للجميع على مر الدهور ومحطة أخرى نطل فيها على بدعة أمر بها الخليفة ورفضها الناس ففي سنة 215 هجرية بالرابع عشر من رمضان أيام المأمون العباسي ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الخليفة كتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم أن يأمر الناس بالتكبير ثلاثا عقب كل صلاة من الصلوات الخمس وصلاة الجمعة أيضا فرفضها الناس لأنها ابتداع في الدين من عند الخليفة وها نحن لم نسمع بهذه التكبيرات إلا في قصص النوادر وهذه حادثة أخرى من أغرب أفعال العشاق وقد امتدت ما بين شعبان ورمضان من سنة 284 هجرية فيروي ابن الجوزي في كتابه المنتظم عن ظهور شخص إنسان أي هيئة شبح تقريبا بيده سيف في دار الخليفة العباسي أحمد المعتضد فمضى إليه خادم لينظر منه فهدده الشبح بالسيف فهرب الخادم ودخل هذا الشبح في البستان وتوارى وحين لحقوه لم يجدوا له أثرا فاستوحش المعتضد من ذلك وظن الناس أنه من الجن ثم عاد الشبح للظهور مرارا كثيرة حتى أحكم المعتضد عمارة سور لداره وفي إحدى ليالي رمضان جاء بمشعوذين وأصحاب جن لظنه أنه جني ثم أمر بصرفهم ولم يستطيعوا أن يقفوا لهذا الشبح على أثر ولا عرفوا حقيقته إلا أيام الخليفة جعفر المقتدر فعرفوا أن ذلك الشخص كان خادما يميل إلى إحدى الخادمات وكان قد اتخذ عدة لحى على ألوان وأنواع فإذا لبس بعض اللحى لا يشك من رآه أنها لحية فكان يلبس في الوقت الذي يريده لحية منها ويظهر من خلف عباءة أو ستار في ذلك الموضع وفي يده سيف أو غيره من السلاح فإذا لاحقوه دخل بين الشجر أو في بعض الممرات ونزع اللحية وجعلها في كمه وبقي معه السلاح كأنه بعض الخدم الطالبين للشخص الشبح فلا يرتاب به أحد بل ويسألهم هل رأيتم أحدا؟ وكانت غايته أنه إذا وقع ذلك خرجت الجوار والخادمات من داخل الدور فيرى محبوبته ويحدثها وتحدثه فهذا غرضه من كل ذلك ولما مضى إلى مدينة أخرى كشفت تلك الجارية قصته وهذه نادرة أخرى من أحد السلاطين الذين ظنوا أن الأمر كله بيدهم ففي سنة 902 هجرية أيام السلطان المملوك محمد بن قايتباي وتحديدا في التاسع والعشرين من رمضان أمر بأن تدق أجراس القلعة وقال أنا أعلن العيد يوم الغد إن رأوا الهلال أو لم يروه فلما أشيع ذلك بين الناس ركب القاضي زين الدين زكريا وذهب إلى القلعة فاجتمع بالسلطان وعرفه أن العيد لا يكون إلا برؤية الهلال أو إتمام الشهر فشق ذلك على السلطان وكاد يأمر بعزل القاضي ولما دخل الليل لم يرى الهلال فصار يوم الخميس الذي أعلنه السلطان عيدا هو المتمم لرمضان وصار يوم الجمعة هو العيد وكان السلطان يتشاؤم من اجتماع الجمعة مع العيد فحدث ذلك رغم تشاؤمه ولم يخرج هذا السلطان إلى صلاة العيد ولم يستقبل أي من الأمراء والوجهاء الذين جاءوا القلعة للتهنئة بالعيد يبدو أن كثيرا من الحكام لا يقبلون بوجود مواضيع خارج سيطرتهم تتنوع نوادر رمضان بين الفكاهي والطريف والغريب وحتى المتخيل ولكنها تزيد من خصوصية الزمان فيه ويزيد من خصوصيتها بارك الله لكم في الشهر الفضيل ونلقاكم بحوله في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر